الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الحلف بالله جل وعلا شأنه عند أهل الإيمان عظيم فهم يستحضرون اسم الله أو صفة من صفاته الجليلة في أمر عظيم ليؤكدوه فلا يوجد عندهم ما هو أعظم من ذلك ولذلك لا يقصمون إلا بالله باسمه أو بصفة من صفاته ومن أصعب الأمور أن يستهزئ الإنسان بهذا الأمر أو يستهين به فتراه يحلف بالله كاذبا أمر من أصعب ما يكون الكذب في حد ذاته صعب يتنافى مع الإيمان قال تبارك وتعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله الكذب وحده دون الحلف بالله أول دركات النزول إلى جهنم والعياذ بالله قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذبه فما بالنا بمن يجترئ على اسم الله جل وعلا أو على صفاته العليا يحلف بالله كاذبه لأجل عرض دنيوي أو لأجل مخلوقه أفلا يتق الله قال تبارك وتعالى عن هؤلاء إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم فعلهم قبيح وشنيع قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال سيدنا أبو ذر من هم يا رسول الله لقد خابوا وخسروا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أمر صعب ومن أشد ما يكون بعض الناس يتهاون فيه لأجل سلعة لأجل شيء بسيط يريد زيادة في المال وما علم أنه نزع من نفسه البركة وهو لا يدري وأن هذا المال عليه وبال لقد استجلبه باسم الله وبصفاته وهو كاذب قال النبي صلى الله عليه وسلم الحليف منفقة للسلعة قد تخضع به غيرك وتذهب سلعتك لكنه منحقة للبركة الذين يكذبون ويحلفون ليأكلوا حق غيرهم أفلا يتق الله مصائب بعضها فوق بعض خداع وأكل حق الغير واستهزاء باسم الله وبصفاته ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر كاذب ليقططع بها ما لم رئم مسلم إلا لقي الله وهو عليه غضان والعياد بالله أي طيق هذا قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أخذ حقه بالله وبسم الله وبصفات الله فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة صعبة أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قام رجل قال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا لو حاجة بسيطة قال وإن كان قضيبا من أرى لو كان عد سواك الأمر من أصعب ما يكون إننا نتحدث لا أقول عن كبيرة بل عن أكبر الكبائر قال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس أي الذي يغمس بصاحبه في جهنم أسأل الله العظيم أن يعيذنا منه وأن يجعلنا من عباده الصادقين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين شكرا